مجدداً تكشف تطورات الأحداث في لبنان عن عمق الهوة بين الفرقاء السياسيين وتنذر باستمرار الخلافات السياسية التي تشهدها البلاد من دون بارقة أمل تلوح في الأفق المعتكر بخليط من الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري آثر في ذكر اغتيال والده رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري أن يشن في خطاب له هجوماً لاذعاً على رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون متهماً إياه بعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة عبر إصراره على نيل الثلث المعطل في التشكيلة الوزرية الحريري كشف في خطابه عن مسار المفاوضات المتعثرة التي دارت بينهما خلال ستة عشر لقاء كان آخرها يوم الجمعة الماضي بعد أن مضى نحو أربعة أشهر على تكليفه بتشكيل الحكومة في تشرين الأول الماضي حيث أكد أن تشكيلته الحكومية التي تستند إلى المبادرة الفرنسية مؤلفة من ثمانية عشر وزيراً من التكنقراط غير الحزبيين وأنه راع الأسماء الواردة في اللائحة التي قدمها له عون في لقائهم الثاني بعد التكليف نافياً بذلك زعمعون أنه لم يسلمه أي ورقة تتضمن تشكيلة حكومية في المقابل فإن القصر الجمهوري سارع بالرد على الحريري مشيراً إلى أن خطابه تضمن مغالطات كثيرة ومتهماً إياه بمحاولة فرض أعراف جديدة خارجة عن الأصول والدستور الذي يسعى الرئيس عون للحفاظ عليه في المحصلة فإن خطاب الحريري ورد رئاسة الجمهورية عليه قد عمق في رأي مراقبين من أزمة الثقة المتجذرة بين الجانبين وكشفاً أن كل طرف يقرأ الدستور من منظاره السياسي بما يعني أن حالة الاستقطاب السياسي ستستمر وأن نفق الأزمة اللبنانية لا يرى في نهاياته ضوء يبشر بانفراج قريب اشتركوا في القناة